قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد المؤمنون هم أصحاب العقود السليمة يقول الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إلى آخر الآيات أفمن يعلم استفهام تعجبي من نسبة لمن لصنفين صنف المؤمنين وصنف الكافرين أفمن يعلم أن ما أنزل إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من ربك هو الحق وهؤلاء هم المؤمنون كمن هو أعمى يتعامى عن الحق لأن أهواءه وشهواته التي خلقها الله لتؤدي وظيفة في المجتمع تجاوز حدودها فأعمته عن رؤية الحق وهذا هو الذي لم يؤمن إنما يتذكر أولو الألباب إنما تفيد الحصر إنما يتعظ يتذكر أي يتعظ ويفهم الحقائق أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة وفي هذا إشارة إلى أن من يستعمل عقله ويكون عقله سليما يريد أن يتعرف على الخير وطريق الخير ويسلكه هم أهل العقول السليمة ما هي صفاتهم؟ لهم تسع صفات يقول الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بعهد الله هذه أول صفاتهم أنهم يوفون بالعهد بينهم وبين الله تبارك وتعالى الذي عاهد الله عليه في لا إله إلا الله أن يطيعون الله بفعل ما أمرهم وينتهون عما نهى عنهم الله سبحانه وتعالى الثانية الصفة الثانية لهم ولا ينقضون الميثاق الميثاق العهد المؤكد في عهد مؤكد مع الله على الطاعة وفي عهد مؤكد مع الناس على عمل معين أو على عهد معين أو على أمر معين فهم لا ينقضون هذا العهد الذي عاهد عليه الله أو عاهد عليه الناس من العباد الصفة الثالثة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أمر الله بصلة الأرحام بمساعدتهم ماديا أو معنويا وأمر الله بصلة الفقراء ومساعدتهم ماديا أو معنويا إن كنا لا نستطيع مساعدتهم ماديا فهؤلاء يصلون ما أمر الله به أن يوصل أن يؤدون حقوق المال كما أمر الله الخامسة يخافون ويخافون سوء الحساب يرهبون ربهم ويخافون الوقفة بين يديه أن يحاسبهم الله على كل ذنوبهم ولا يغفر منها شيئا فإذا حاسبهم على كل ذنوبهم وهو عادل من حقي أن يفعل ذلك وإذا لم يغفر لهم شيئا من ذنوبهم فإنهم يخشون العذاب بين يدي الله تبارك وتعالى في نار محرقة ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب يعني إذا حاسبنا الله على كل أعمالنا ولا يغفر لنا الكثير منها نكون من المعذبين والأيانات بالله تعالى وإن لم نكن من الخالدين في نار جهنم السادسة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الصبر يكون على الأذى والضر والصبر يكون على الطاعة لأن الطاعة تحتاج أن تصبر وتبذل الجهد والقوة حتى تنفذها والصبر عن المعصية الإنسان فيه شهوات والشهوات تطلب زيادة عن الحد فعندما يصبر عما حرم الله ويبذل شهوته فيما حل الله له يستمتع بهذه الشهوة ولا يحصل له الضرر فهذا الصبر عن المعصية والذين صبروا أي صبروا على الأذى وصبروا عن المعصية وصبروا على الطاعة هؤلاء أيضا صفاتهم زكية من صفات هؤلاء المؤمنين والسابعة وأقاموا الصلاة إقامة الصلاة أذائها على أسسها بشروطها وأركانها ومن أهم أركان الصلاة الخشوع في الصلاة الثامنة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فمالهم يعلمون أنه مال الله فينفقون مما آتاهم الله في السر وفي العنن أي لا يرأون في أشخاص ما ينفق إلا أن يريد الناس أنه ينفق لا هؤلاء ينفقون سرا وعلانية لأنهم لا يهمهم أن يراهم الناس ولكن يهمهم رضاء الله تبارك وتعالى ومعرفة فضله التاسعة ويدرؤون بالحسنة السيئة إذا وقعوا في خطيئة وقع منهم خطأ أو زنب يدفعون هذا الذنب بأعمال حسنة وإذا أساء إليهم أحد الناس يدفعون إساءته بفعل أمر حسن له أي يدفعون بالحسنة السيئة فتمحوها أولئك المتصفون بهذه الصفات أولئك لهم عقب الدار أي لهم العاقبة الطيبة في الدار الآخرة ما هي العاقبة الطيبة يذكرها الله تبارك وتعالى في الآية التالية جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم جنات عدن أي جنات إقامة يدخلونها ويدخل معهم الصالحون من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أما إذا لم يكن أزواجهم من الصالحين المطيعين لله فلا يدخلون معهم الجنة إذا لم يكن آبائهم من المؤمنين المطيعين لله لا يدخلون معهم الجنة أما إذا كانوا من المؤمنين المطيعين ولو كانت درجتهم أنقص من درجة المرأة مثلا أنقص درجتها من درجة زوجها أو الزوج أنقص درجتهم من درجة زوجه فإن الله تبارك وتعالى يكرم هذا الزوج بأن يرفع درجة ومقام زوجه أو زوجته إليه فتكون معه أو يكون معها في الآخرة يسرون ويستمتعون معاً ويكون معهم أبناؤهم ولو كانوا في درجة أنزل ولكنهم من أهل الجنة يرفع الله درجتهم ليكونوا مع آبائهم فيتمتع الآباء برؤية أبنائه وهم في جنات الخلد ويتمتع الأبناء بأبائهم وأنهم في جنات الخلد معهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الملائكة يهنئونهم بدخول الجنة ويدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم سلام عليكم الملائكة تقول لهم والله يسلم عليهم أيضاً سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقضى الدار سلام عليكم بسبب ما صبرتم الباء هنا تسمى باء السببية بسبب ما صبرتم على أمر الله وطاعته وعن معاصيه فنعم عقبة الدار نعم العقبة الطيبة في الدار الآخرة جنات الخلد أما الأشقياء فلهم صفات ثلاثة هي عكس صفات المؤمنين الصفة الأولى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه عهد الله لا إله إلا الله آتاه الله آتاه الإنسان لربه بفطرته بفطرته الإنسان بطبيعته لا يحب أن يخضع لمخلوق مثله ولكنه مركز في نفسه وفي فطرته أن يطيع الله خالق الكائنات فهذا العهد الأزلي الموجود في قلب الإنسان ويأتي بعد ذلك الأمر بلا إله إلا الله فينقض هذا العهد ولا يطيع الله تبارك وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد توكيده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أمر الله بصدر الأرحام لا يهتم لا بقريب حتى بعض الناس يؤذي أمه بدل أن يساعدها ويعطيها ما تستحق من مال أو مساعدة وهي قد بدلت جهدها وروحها وحياتها في سبيله لا يعطي مالا لأقاربه وأن كان مستطيع وعنده المال الكثير يبخل فلا ينفق لا على أرحامه ولا على غيرهم ويفسدون في الأرض كل معصية لله فساد في الأرض لأن الله أمر بكل خير ونهى عن كل شر فالذي يعصي الله ويفعل المنكرات فهو يفسد في الأرض والذي يعصي الله ويبتنع عن فان ما أمر الله به فهو يفسد في الأرض لأنه امتنع عن الأمور التي تصلح الفرد أو المجتمع ويفسدون في الأرض أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللعنة الطرد من رحمة الله ولهم سوء الدار لهم العاقبة السيئة في الدار الآخرة حيث يدخلون جهنم خالدين فيها أبدا والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة